السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا المتابعي الأعزاء هاد الفيديو غد نخصو اليوم المراجعة بعض القواعد في الاختزال يعني اختزال أعداد الكسرية مدام عندنا في الامتيحان يعني نحن مطالبونا باختزال أعداد الكسرية اللي غد يلقاوه دا ونزولا عند طلب بعض التلاميذ اللي طلبوا مني نشرح ليهم الاختزال اذا ما يعني الاختزال مالي يقول لي مثلا نختازل شي عدد كسري هو انني كنحول واحد العدد كسري واحد العدد كبير كنحاول نصغره كيكون هو نفسه هادك العدد كيساوي ليا العدد اللي كان خرج ليه غير هو بطريقة مصغرة يعني ما كيكونش واحد العدد كبير كنحاول نصغره يعني نختاصه نديره بواحد القيمة اللي كتكون صغيرة اذا ما بغيت نخدم الاختزال اشنو اول حاجة خصني نكون حافظ خصني نكون حافظ بعدش دول وخصني نكون عارف قابلية القسمة على الاعداد هذي رع حاجة مفروغ منها باش على الاقل نربح الوقت من اللي كيعطيني مثلا الاستاذ في سؤال واحد العدد كسري وكلقى الخارج ديال سواء يكون فرق او لمجموع او ايضا نتجه داء او خارج اشنو كندير انفو كنشوفه كيبال لي لانني اصلا انا فاهم القابلية يعني مالك تكون عندي قابلية القسمة كيبال لي العدد يقبل القسمة اوهل على جوج او ألا الثالثة او ألا كمسة ما يجب ان تكون قابلية القسمة او نصيحه وترجعووا الاندرس ديال قابلية القسمة لان تفهم القابلية القسمة سوف يجعل الاختيزة لصعيد لا اذا مجبدا يكون الحل بلنا او احفوض قبيل القسمة طريقه بسيطه ومختصره باش نحاول نفهم لانه اصلا مبقاش الوقت بزاف ويعني اخسنا الامور اللي تكون بسيطه لدغية توصلنا للحل مثلا خدمت في العملية ديالي وعطتني واحد الخارج نعطاكم انا مثلا باعداد صغيرة وانتو ما حاولوا تطبقو نفس القاعدة باش تفهمون انا اعطاكم اعداد صغيرة باش تغيية تفهمون مثلا القيت في الخارج 14 على 16 مثلا الي حافظ القابلية ديالقسم غيجر يقول يضغيا هذه القابل قسم على اثنان وهذا القسم على اثنان يعني غنشد 14 نقسمه على اثنان اطعطينا 7 و16 نقسمه على اثنان تعطينا 7 بالنسبة تأطينا 8 بالنسبة لتلميذ اللي حافظ القابلية وفاهم القابلية القسم يعني غتباليه مباشرة بالنسبة اللي معرفش اشنو غادي نديره احنا غنخدمه مع التلميذ اللي غاقدر يكون واحل ومعندوش مفاهمش القابلية دي القاسمة اولا كنشدها 14 غنضيرها هنا وغنجبدلها القواسم ديولها يعني احنا شنو كنقلبه في القاسمة اكبر قاسم مشترك ما بين البسط والمقام نضره هنا وغنجبدل قواسم ديوله 1 قاسم كل شئ الاعدد اي عدد واحد هول يقسمه شنو العدد اللي غنضربوه في 14 وعطانا 14 غنضربوه في 14 غنمشي مباشرة عدي إثنان شنو العدد لغنضربو في اثنان وعطانا 14 هو سبعة غنمشي عن الثلاتة شنو العدد اللي نضربو في 3 وعطانا 14 غانمشي عن الثلاتة 1 ، 7 ، 4 ، ثم 4 ، 6 ، 5 ، 6 ، 1 ، 7 ، 4 ، ثم 1 ، 2 ، ثم 2 ، ثم 9 ثم عدي ثلاثة ثم أربعة ثم أربعة ثم أربعة أعلى من المشترك أكبر قاسي المشترك هو هذه المشترك ثم نقوم بخطئة الـ 14% إلى 16% يبقى الـ 14% إلى 16% الآن طرحة الـ 14% فى 2 فش اضربته لـ 12% أضربت سيضاق بـ 12% بـ 8 نوضع الزيارات بقية العدة و رقية الـ 7% نعود الثاني ميتة لآخر مثلا عدنا العدد 24 على 56 نقلب على القواسيم الـ 24 نقوم بقى على الأعداد اللي كندربهم في عدد وكيعطونا 24 نبدأ دائما بواحد فاش غندربه وغندربه في 24 ودائما باش نبغي ندير وش اتنان وثلاثة كنشوفوش العدد يقبلي القسم على اتنان ايضا غندرب في اتنان اتنان فاش نضربه باش تعطينا 24 نتقولي حافظينا غير تلدي العشرة ماشي مشكل لا حافظينا تلدي العشرة نديرو اتنان في عشرة عشرون يعني قريب الى 24 اذا اتنان في عشرة عشرون غنزيد اتنان غتولي اتنان وعشرون يعني اتنان في احدى عشر واثنان يلزت اتنان اخرى غتطيني اتنان في اتنان هاتنان في اتنان غتطيني اتنان في اتنان غتطيني بحطيني 24 ثم غنزيدين 3 هنcue غنزörung هنك يبعلي 4 زائد يعني??? ثم أدرب الثلاثة ثم 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 أضرب ثم 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 أدرب ثم 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 او الهي 1 مضروبة 56 نقوم بإثنان إثنان 20 في 20 نقوم بإثنان 21 في جوج نقوم بإثنان ١ ٥. ٢٠. ٥ٓ. ٢ ٢. ١٢ لا زيد ٤. ١١ ١ ٥١ ٨. ١ حدث منزل ب BRXI. ٢ ٢ ٦-٥٢. ٢٠. ٢١. ٢١. 24 في جوج هي 48 يعني كنتم غادوا وكنزيد بإثنان 25 في جوج هي 50 26 في جوج هي 52 27 في جوج هي 54 28 في جوج هي 56 إذن هنلقيت 56 إذن شنال يعطاتني 56 هي 28 إذن 28 في جوج هي 56 غنمشي دابع عند ثلاثة 6 زائد 5 11 11 ماشي من المضاعفة ثلاثة إذن مغنديرش ثلاثة غنمشي عند ربعة إذن إشنا هو العدد اللي نضربه في ربعة ويعطيني 56 غنقول أربعة في عشرة أربعين هيك أربعة في عشرة أربعين تل هنا غنحبس أربعة في حداعش غتطيني 44 غنكمل قدنا أربعة وربعين إلا درت إلا درت أربعة في حداعش غتطيني 44 يعني ملغن ضربة أربعة في تناعش غتطيني غنزيد ربعة أخرى غتطيني غنزيد أربعة أخرى غتطيني 48 اكبر قاسم مشترك بين 24 و 56 اكبر قاسم هو 8 نجد العدد و اهدى لنصغر في المدين حتما بعد الثانس والثان من الحoma الاحقرة بمثال ستة والثانس إذا هنا غاد نديرو أولا نشكلنا غنقلبو على قواسيم 36 إذا 36 هنا غنديرو قواسيم 18 وغنبدو دائم من واحد واحد غنضربوه في 36 قد عطنا 36 غنمشي وعيد اثنان اثنان فش نضربوه بش تعطنا 36 إذا غنديرو عشرة اثنان في عشرة غتعطينا نشرين إلا عارفين زيان فاهمين يعني اثنان في 15 15 و 15 30 قربت ال36 يعني ما نضربش في 15 نضرب في 16 إذا إلا زيان اثنان غتعطيني 32 زيان اثنان اخرى يعني في 17 غتعطيني 34 لا إلا ضربت في 18 غتعطيني 36 يعني اثنان في 18 ثم غنمشي على ثلاثة ثلاثة فش غنضربها بش تعطيني 36 إذا ثلاثة فعشرة 30 ثلاثة في 11 ثلاثة وثلاثين غنزيد 3 هي 3 في 12 ما تعطني 36 غنمشي عند 4 فش نضربها بش تعطني 36 نضربها في 90 خمسة خمسة اللي ما غتقبلش لان رقم واحدة 6 غنمشي عند 6 إذا 6 فش نضربه بش تعطني 36 غنضربها في 6 ثم 7 لا إذا نصافيتل هنا مبقاش غنمشي عند 18 واحد غنضربه في 18 قد بقى دائما 18 إثنان إثنان غنضربه في تسعود تعطني 18 ثم ثلاثة ثلاثة غنضربه في 6 تعطني 18 ربعة لا خمسة لا ستة يعني غتبقى تكرر صافي غنحبسو هنا ده بغنشوفو أكبر قاسم مشترك بيناتهم واحد كين هنا كين هنا غنفوتو إثنان كين هنا هتا هنا كين ثلاثة كين هنا كين هنا أكبر قاسم مشترك بيناته 18 عفون 18 كين هنا وكين هنا أو باش من من غلطوش هان عاودو نضربو عليهم واحد ما كين هنا كين هنا اثنان كين حتى هنا وكين هنا ثلاثة هاية ثلاثة أربعة ما كيناش خمسة ما كيناش كينة ستة هاية ستة ثلاثة هاية ستة Höضو ثلاثة هاية ثلاثة هاية ثلاثة وكين هنا وكين هنا أكبر قاسم مشترك ليبيناتهم بجوجوه 18 اذا غنجل هنا Значит 36 غني بعد ثلاثة هاية فيها 18 غنشوف هذه اللي خديهت لي فيها 18 grip وأحتي هاى هذه الليخديهت عليه الثلاثة إذا 36 ثلاثة هاية 1817 قليز ءم الت pasti 36 حصلت على 36 ضرب 18 في اثنان وحصلت على 18 ضرب 18 في واحد اضرب 18 في واحد تستطيع اضرب 18 في منطقة اخرى يجب ان تستطيع ان تتطور قدرات القسمة ندخل درس لدرس لنفهم نستطيع ان تكون قادرة وقوموا بالتفهم تحتاج إلى تحديث القسم اشتركوا الان ندريليوم موعدنا يتجدد في فيديو لاحق بحولنا